بعد التشديد والتأكيد على جهود أمريكا في مكافحة الإرهاب ودعم حليفها الإسرائيلي لها انتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منزل رئيس سلطة الاحتلال روفين ريفلين فعقد الطرفان مؤتمراً صحفياً كانت إيران مادته الدسمة وطالبت ترامب تهران بالكف عن دعم من وصفهم بالإرهابيين والميليشيات وأعلن عزمه على تطبيع العلاقات بين سلطات الاحتلال الإسرائيلية والدول العربية مشدداً على ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي ما تفعله إيران جعل عدداً من دول المنطقة يقف إلى جانب إسرائيل وأدعى الإسرائيليين إلى الاستفادة من هذه الفرص تعرفون أن هناك دولاً لم تكن سابقاً تنظر إلى إسرائيل بودية كبيرة وسنكون مسرورين إن تحقق هذه الفرصة وهو بلا شك تحدي لكنه في الوقت نفسه فرصة كبيرة بالنسبة إلى الشرق الأوسط برمته إسرائيل توصلت إلى اتفاقية سلام مع جيرانها في الأردن ومصر ولكنها لم تحقق مهمتها في العيش في سلام مع جيرانها من الفلسطينيين إن مستقبلنا نحن والفلسطينيون سيكونوا بالعيش معاً في سلام وعلينا أن نبني ثقة وتعاوناً بيننا بالإضافة إلى الإفادة من طاقة أمريكا لتساعدنا في التقدم إلى الأمام وزار ترامب وأفراد أسرته ومرافقه كنيسة القيامة وحائط المبكة في البلدة القديمة بالقدس ليصبح أول رئيس أمريكي في منصبه يزور هذا الموقع ووضع ترامب يده على الحائط ثم قام بوضع ورقة فيها صلاة بين الحجارة الحائط وأخلط شرطة الاحتلال عدداً من سكان المنازل في القدس القديمة حيث سار ترامب مشياً على الأقدام في أزقتها